ايه الظواهر اللي ترتبت على التفاتي وعلى كسرة الفاتي؟ ثلاثة ظواهر من أسوأ الظواهر اللي ممكن تلقيها في مجتمع تخليه من مجتمع عنده صداع الظاهرة الأولى كسرة الوسواس الوسواس بقى كم غريب موجود في المجتمع التانية كسرة الكآبة الناس بقت كئيبة الحياة الثالثة التشتت والتشكك وعدم الاستقرار ودولة ثلاثة ظواهر اللي ظهروا ولما ترتبط هذا بالدين ولذلك لازم أي حد بيتكلم في تصحيح المسار للعمل الديني لازم يتكلم في هذه القضية في قضية التفاتي والتفاتي طبعا نعمل ايه؟ المسألة بسيطة لازم نقرر أشياء مهمة جدا جدا أن الفتوى صنعة ومحدش يتناول الفتوى غير واحد فيه ثلاث صفات اتعلم بمنهج علمي معتبر والمناهج العلمية المعتبرة اللي فيه ناس كتيرة تيجي تقول يا جماعة الخير انتوا ليه؟ عندكم مذهب فقية احنا مذهب فقية اللي احنا بنتعلم عليها ليس المطلوب منها أن نعتبر المذهب ده قدس الأقداس ده المذهب ده مدرسة مدرسة زي ايه؟ زي واحد بيدخل كلية الهندسة ثم يطبق الهندسة فيعمل عمارة رائعة يعني ده مدرسة عشان تخرج منها مكتهد زي ما الامام الشفعي دخل مدرسة السادة الحنفية فتعلم على سيدنا محمد بن حسن الشايباني وتعلم على ايد الامام مالك فطلع بعد كده اسس مذهبه ده اللي احنا عايزينه لازم الواحد يتعلم في مدرسة محترمة ايه المدرسة المحترمة؟ مدرسة علمية فيها مصطلحات واصول فقه ولزاك المزايب الفقهية مجربة المزايب الفقهية مؤصلة المزايب الفقهية مقعدة المزايب الفقهية مسندة يكون نتعلم بطريقة ممنهجة صحيحة وده اللي بيتبنى لأزر الشريف نيجي بعد كده لازم كمان يكون اتدرب لازم الشخص ده يكون اتدرب على حزمة مهارات يكون اتدرب في مؤسسات فعلا بتقوم بدور الافتاء بشكل مؤسسي وبتدرب تدريب يجعل الشخص يتجنب كل مساوئ الفتوى العشوائية الحاجة التالتة انه هو لازم يكون عنده منظومة قيم بنسميها منظومة قيم الافتاء انه هو ايه؟ انه هو لازم يكون حفظ للسر لازم يكون منهجي لازم الشخص ده يكون بشكل واضح انسان بيتعامل مع كل مسألة بامانة شديدة ويتعامل معها كبصمة اليد ولذلك ايه اللي حاصل؟ انتو بتشوفوني لما ييجي مسألة في الطلاق بنعمل ايه؟ مش هنفت الستات عشان احنا عندنا تمييز اتجاه المرأة؟ لا لان الفتوى اصولها بتقول ان احنا نتعامل مع صاحب التلفز بالطلاق وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ لكن بنجبر خاطر المرأة ونقول لها يا ريت تبقى معاه وهو بيتكلم عشان لو نسي تفكريه كل الكلام ده بيتعامل بمهنية شديدة نعمل ايه بقى؟ احنا لازم نقرر ان في الحال الجديدة وفي الجمهورية الجديدة لازم نخفض مستوى التفتي والفتي الى ادنى مستوياته ازاي؟ لابد من الرجوع الى اعتبار المؤسسات هي المرجعية في الافتاء ده الافتاء المسلية عندها كل وسائل التواصل مع الناس للقيام بالفتوى انا عايز اقول لكم حاجة حاجة لطيفة تلتفت وقاليها عشان تعرفوا ان فكرة شعبوية الدين اللي ترتب عليها فوضى الفتوى ما كانتش بريئة ليه ما كانتش بريئة؟ لان اللي عمل كده راح رايح على مؤسسات الافتاء اللي هي في الحقيقة ما لهاش اي علاقة راح اي على مؤسسات الافتاء ده مفت السلطان بس ده ما حصلش ما حصلش خالص بل احنا في كل وقتنا بنفتي بناء على المنهج والمهنية اه طب هو كان عايز كده ليه؟ لان هو مشكلته ان المرجعية بتجي على المجتمع يتماسك جزء من تحقيق بشرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان المجتمع المصري في رباط الى يوم الدين هو وجود مؤسسات قوية تحصن الدين من عبث العبثين اشتركوا في القناة